نتحدث أكثر حول هذا الموضوع وحول أهمية هذه اللقاحات في هذه الفترة بالتحديد مع القيادة في حركة فتحة الدكتور عبد الحكيم عوض يعني دكتور نتحدث عن لقاحات تأتي إلى قطاع غزة في حين أن القطاع يعاني الأمرين جراء الحصار الإسرائيلي كيف تنظرون إلى وصول هذه الشحنة خصوصا نتحدث عن 20 ألف جرعة للقاح فيروس كورونا يعني أولا هذا له معنى كبير أن تصل للقاحات من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إلى شعبنا الفلسطيني المكلوم والمحاصر في قطاع غزة في لفتة أخرى تعودنا عليها من دولة الإمارات في وقوفها إلى جانب شعبنا الفلسطيني المعنى في هذا اليوم هو موجه كرسالة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت أن تمنع بل منعت بقرار وصول أي أمصال أي أدوية لصالح شعبنا الفلسطيني على الرغم من أنه يعني هذا مصار إنساني بالدرجة الأولى والأخيرة ولكن لأسباب تتعلق بالمختطفية أو الأسرى الأربعة لدى المقاومة الفلسطينية والضغط الداخلي الإسرائيلي على الحكومة الإسرائيلية منعت وستمنع ذلك فيأتي الفرج من دولة الإمارات العربية المتحدة قبل ذلك كان الكثير من الفتات قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة وهي مسيرة لا تنقطع بدأت في تقديم الطرود الغذائية إلى شعبنا الفلسطيني ساهمت في تقديم الأدوية شحنات الأدوية لمواجهة فيروس كورونا ووباء كورونا وأجهزة التنفس التي أيضا منعها الاحتلال الإسرائيلي من دخول قطاع غزة ثم اليوم تأتي هذه البشرة جزء من عملية متواصلة لإرسال اللقاحات إلى شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة اللقاحات التي منعها الاحتلال هنا سمو المعنى في ذلك ولذلك هذه لفتة كبيرة يستقبلها شعبنا الفلسطيني بكل اعتزاز بدولة الإمارات العربية المتحدة هذه اللقاحات هي كما قلت جزء من حملة كبيرة ربما تمتد إلى 200 ألف لقاح تأتي بالتدريج لشعبنا الفلسطيني نحن ذاهبون إلى مشاريع أكبر من ذلك ذاهبون إلى فكفكة مشكلة الكهرباء في غزة نحن نعد شعبنا الفلسطيني أن نقدم كل ما بإمكاننا أن نقدمه وأن نطرق كل الأبواب وأن نذهب في كل أركان الدنيا حتى نستطيع أن نساعد هذا الشعب ونخفف عنه 14 سنة من الحصار المقيت اللي ألقى بظلال وخيمة في مختلف جنبات المجتمع الفلسطيني اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا حتى الشعب الفلسطيني يريد أن يعيش بكرامة يأخذ المصر كما يأخذ أي مواطن إسرائيلي كما يأخذ أي مستوطن إسرائيلي كما يأخذ أي مواطن عربي أي مسلم أي أجنبي منعا الاحتلال من ذلك ولكن ها هي دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم مشكورة هذه اللقاحات كما قلت في خطوة أولى على طريق عشرات آلاف اللقاحات ولكن دكتور عبد الحكيم نتحدث عن الاحتلال يمنع ودولة الإمارات تبادر دائما بأن تقدم هذه المساعدة لوزارة الصحة بشكل خاص ولسكان قطاع غزة بشكل عام تحدثت بأن هناك سيل من المساعدات ستكون في استمرار هل هناك مواعيد معينة لهذه المساعدات وبقية اللقاحات إن كان هناك لقاحات جديدة؟ شوف أخي العزيز هو ليس غريبا على دولة الإمارات لأن هذا جزء من تاريخ ممتد منذ عهد الشيخ زايد رحمه الله حتى هذه اللحظة يعني تعبر دولة الإمارات دائما عن أصالتها في الوقوف وقفت إلى جانب منظمة التحرير وقفت إلى جانب الثورة الفلسطينية وها هي اليوم تقف إلى جانب هذا الشعب المكلوم في قطاع غزة اللقاحات ربما الأسبوع القادم أو الذي بعده سيأتي نفس هذا العدد أو أكثر ستمتد خلال أكثر من أسبوع لتصل إلى العدد المطلوب وكما قلت لك هذا جزء من مشاريع كبرى ربما يسألني أحد من شعبنا الفلسطيني أو أنت على سبيل المثال ما هي المشاريع الكبرى؟ سيفاجأ شعبنا بأن هناك مشاريع ربما تغير حياتهم تغييرا جذريا في مقدمة ذلك كما قلت لك حل أزمة الكهرباء التي استعصت خلال 14 سنة شكرا لك دكتور عبد الحكيم عوض القيادي في حركة فتح إذن هذه اللقاحات والتي ستكون بعد دقائق أو ربما أقل من ساعة داخل قطاع غزة والتي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتأكيد ستغير المعادلة الصحية في وزارة الصحة التي تعاني من الحصار الإسرائيلي المستمر والممتد منذ أكثر من 14 عام إذن من داخل معبر رفح جنوب قطاع غزة محمد أبو ناموس مراسل الغد شكرا جزيلا لك 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 مراسل الغد شكرا جزيلا لك